مصر غنية بكنوزها ويوم بعد يوم بنشوف أسرارها من أسرارها في البحر والبر بتعتبر الأسار الغرقة في الإسكندرية من الأسرار اللي جذبت الأنظار للعلماء عشان كده تم اكتشافها وانتشالها وعرضها للسياح خلونا نتكلم أكتر عن الأسار الغرقة وكيفية الاستفادة منها معضفنا الأستاذ الدكتور حسين عبد البصير مدير المتحف الأسار بمكتبة الإسكندرية صباح الخير على حبتك صباح خير أسوز بسان صباح خير أسوز محمد صباح خير وسهلا حبتك يعني في البداية الأسار الغرقة دي مش موجودة بس في إسكندرية كمان فيه في البحر الأحمر وفيه في النيل حابين نتكلم عن أهمية الأسار الغرقة عمتا وتاريخها إيه وبالذات كمان اللي في إسكندرية طبعا وعلم الأسار الغرقة ده علم بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية كان عندنا واحد أمريكي اسمه جورج باس في تيكساس عملوا معهد للأسار الغرقة لما اكتشف مركب غرقانة في تركيا تمام بدأ عندنا إحنا في مصر في التلاتينات من القرن الماضي كان عندنا زابط في سلاح الطيران البريطاني طار فوق منطقة أبو إير فاكتشف حاجة أشبه بحدوة الحصان في المية بلغ الأمير عمر توصن ده كم من علاء الملكة يعني قريب الملك فاروق بدأنا نعمل حفاير تحت المية منذ ذلك التوقيت وكان عندنا غواص شهير اسمه كامل أبو السعدات ده راجل مصري أيضا اشتغل في منطقة الميناء الشرقية اللي هي قدام مكتبت الأسكندرية وبين ألات قيدباي ومنطقة اسمها السلسلة فبدأنا نطلع الأسار اللي في الميناء الشرقية اكتشفوا تمثال شهير جدا لإله إزيس بالتعاون مع البحرية المصرية وبعدين في سنة 96 تم تأسيس إدارة الأسار الغرقة في المجلس أعلى الأسار فقهد الدكتور علي حسن وكان مسكها الدكتور إبراهيم دارويش وعدد كبير جدا من الشباب الأسرين المصريين اللي أحد أفراد بينهم واللوقتي أصبح رئيس الإدارة اللي هو السيد زهاب فاهمي فعندنا شباب متمايز جدا زي ما حالك تفضلتي عندنا شغل في البحر الأحمر عندنا شغل في البحر المتوسط في مواقع عديدة يعني فيه مثلا في خليجة بوئير فيه في الميناء الشرقية فيه في الشطبي فيه في المعمورة البحر الأحمر جزيرة سعدانة عندنا فيه أسوان فيه أيضا تم يعني نقدر نقول حفاير تحت المياه في هذه المواقع الاستخراج طبعا الأسار اللي غرقت سفن غرقت فعندنا صار كتيرة طلعت من هذه الاكتشافات وعملت شغل جديد وشغل جميل لأن دائما نحن كنا نعمل حفاير على الأرض يعني دائما تربة طينية تربة من الرمل لكن الوقت يبقى حضرتك بطوح في الواد مختلف تماما جدا أسكندرية شهيرة جدا بالأسار وطبعا منذ أن أسس إسكندر الأكبر هذه المدينة العظيمة أصبحت هي سيدة العالم اليونين الرومين طبعا البحر حصل في حركات بين الأرض والبحر فجزء من المدينة طمرة وغمرة تحت مياه الأسكندرية لأن تمت الاكتشافات في هذه الفترة عملنا كذا معرض أسري في هذا التخصص طفوا العالم كله عملوا صد طيب لمصر في جميع أنحاء العالم عظيم إحنا فيه أكتر من مكان زي ما حضرتك قلت فيه أسار غرقة إيه الدليل على أن هذه الأماكن فيه يعني بنشوف دليل مثلا زي منطقة أسار سقارة مثلا المنطقة دي معروف أن هي فيها أسار اكتشفنا فيها فعرفنا أن هيكون مثلا فيه هنا تمثال لملك فهيكون فيه جنبه ومعبد جنائزي فهيكون فهيكون فبنمشي وراء هذا الخيط عشان نصل في النهاية لأنه هيكون فيه أسار موجودة إحنا إيه الدليل اللي بيخالينا نبحث فيه في البحر هو طبعا بالنسبة لنا زي ما قلت حكي البداية بدأت عن طريق الهواء أو عن طريق واحد زابط مثلا في الجيش البريطاني لاحظ هذا الأمر الأمير عمر توصن أيضا كان مهتم بهذه الأمور كامل أبو السعادات فيه أجانب أيضا جم غطسه فيه مياه البحر في الأسكندرية فمحاك بتنزل بتختص تحت المياه وصن في المنطقة بتاعة المينة الشريك كانت البداية هناك وخليجة بوئير بدأت يقول ده فيه أسار غرقة فبدأ يظهر كعلم وبدأ يتأسس الأول كان هو عن طريق الهواء والناس اللي بتشوف بالصدفة مثلا لو حاك تروح البحر الأحمر تختص سلايا سفينة غرقة مثلا من قام الحرب العالمية الناس بيبدأوا يشوفوا هذه المواقع فبتبدأ المعلومات تصل إلى علماء الأسار نبدأ نشتغل بشكل علمي وبشكل منهجي ونبدأ نحفر ونطلع الأسار ونعمل اكتشافات ونسجل هذه الأسار قد تصير كمان أجزاء جديدة من التاريخ اه طبعا لأنه شيء مهم جدا أنا محاك مثلا لسه مثلا في خليجة بوئير مكتشفين مركب غرقانة من قرن التاني قبل الميلاد وعند المنطقة بتاعت فيه مدينتين شهريرتين عندنا طبعا الفرع الكنوبي بتاع النيل النيل كان سبع أفرع زمان فالفرع بتاع الكنوبي ده فيه من دنتين كان في مدينة اسمها راكلون وفي مدينة اسمها كانوب فكان فيه معبد هناك لخص بالإله أمون المعبد ده وقع على هذه السفينة السفينة كانت سفينة كبيرة جدا محملة بعدد كبير من الأسار فبدأوا يشيلوا الأسار بتاعت المعبد اللي وقعت على هذه السفينة وبدأوا يكتشف هذه السفينة مصنوع من طراز بيربط بين الطراز المصري القديم والطراز اليوناني فده شيء جميل في هذا الأمر الخشب بتاعها في حالة جيدة وده يعني من السفن والقلاء اللي بتشفت من هذه الفترة وعندنا فريق مصري فريق مصري فرنسي بيشتغل على هذا الموضوع منذ فترة بعيدة جدا وأنجزوا حاجات عظيمة يعني من أول معرض عملناه الأسار الغرق كانت سنة 98 كان في فرنسا في الجرامباليه في الأسر الكبير هناك في فرنسا وحضر رئيس المصري ورئيس الفرنسي وكانت حاجة عظيمة جدا جدا لما هكتشوف كتلة كبيرة جدا من تمثال البطليموس التاني موجودة على عربية نقل وتطوف شوارع الأسكندرية وبعد ما هذا تمثال خرجناه من جزيرة فارس الوقت ينصب قدام مكتبة الأسكندرية تمثال كبير جدا للملك بطليموس التاني أحد البطاليما اللي أزمع بطليموس الأول اللي أسسوا مدينة الأسكندرية بعد الأسكندر وقاموا مكتبة الأسكندرية القديمة اللي كانت حاجة من أعظم الأشياء في العالم القديم تمثال ده الجمع وتعرضه حدك تشوف حاجة على أعلى مستوى الفنار بتاع الأسكندرية أيضا في جزيرة فارس اللي هو كان من العهد اليوناني الروماني نزل ما حاك عارفه النهار فبدأوا يكتشفوا هذه الأسار جنب قلعة قايد باي طلعوا أسار مزهلة أعادت تاريخ كتابة المدينة لما نفسه فرانك جديو ده أحد المستكشفين الفرنسيين العظام في هذا التخصص يقول لك إن ما هو جيمس الكأس كده ربما إيده امتدت لهذا الكأس الذي ربما امتدت إله يد الملكة كليباترا شيء عظيم ما تحفر قدام مكتبة الأسكندرية تحت المية تدور على الأصر الملكي بتاع كليباترا والحي الملكي بتشوف تاريخ كليباترا يولوس كايسر مارك أنتوني أكتافيس أغاصس حاجة بتعيد التاريخ وطبعا ده جزء مهم جدا من العالم اليوناني الروماني العالم اليوناني الروماني هو الغرب اللي بنا حضرته عليه يعني الغرب بنا على حاجتين اليوناني القديم والطورا فده شيء عظيم جدا إن هما بيرتبطوا بين لذلك أشهر الناس عندهم تليه الإسكندر الأكبر كليباترا السابعة اللي هي الشهيرة الملكة كليباترا فدول بالنسبة لهم أساطير في التاريخ الغربي وفي التاريخ عموما طيب يعني برا الحاجة اللي قد كده بيعملوا منها حاجة قد كده إحنا عندنا في مصر يعني تاريخ فرعوني مقدوني روماني يوناني عندنا كل ده شايف إزاي نماركت أو نسوأ للحاجات دي احنا شايفين على الشاشة دلوقتي يعني تمثيل قمة في الروعة بالذات الأثار اليونانية الأوروبا كلها مهووسة بيها فإحنا إزاي نجزب السياح الأوروبيين لهذه الأثار المكتشفة حديثا في الحقيقة قمة في الجمال والروعة وقدرين نعيش معهم يعني حريك شايف معنا على الشاشة دلوقتي قدرين نعيش معهم تاريخ وأحداث كأننا موجودين في العصر ده وشايفين إيه اللي كان بيحصل هقول لحضرتك حاجة احنا مشينا في هذا الموضوع التجاهين عندنا المجلسة على الأوسعى وزورة السياح والأثار المعارض الخارجية اللي بتطلع تجوه بأنحاء العالم يعني كان عندنا معرض اسمه أسرار أزريس طلع يجي قاعد بر خمس سنين راح فرنسا راح إنجلترا راح سويسرا راح مدن عديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ونا حضرت أحد هذه الافتتاحات في مينيسوتا في منابلس السواء المتحدة الأمريكية 2019 تشوف حالك الأثار عرضين هناك بشكل جميل مصر يعني بتبقى هي الفوكل بوينت اللي هي النقطة الأساسية ونقطة الجذب كل الناس جاية بتتكلم عن مصر بشكل كبير جدا فده موضوع مهم كان فيه اتجاه آخر إن احنا نعمل مدحف للأثار الغرقة جنب في الميناء الشريعة جنب قلة قايد باي لكن طبعا فيزبيليتي الرؤية بتاعة المياه في هذا المكان ما كانتش يعني على القدر إن تخلي السياحي زي ما حضرتك تقدري تروحي مثلا البحر الأحمر في شارم الشيخ راس محمد تختص وتشوف الشعب المرجانية نفس القصة دي كنت هدفنا نعملها كان فيه برضو اتجاه آخر إن حضرتك تفضي المياه في هذا الجزء من البحر المتوسط وتسيب الأثار موجودة والناس تنسي تشوف بس كان يكلف مبلغ معتقد مليار دولار أي مية أو حاجة زي كده فكان حاجة صعبة جدا فدي المهم هتبقى رحلة ممتعة للقطصين تشوف الأثار وتمشي فيها وتشوف المدن تشوف السفن تشوف التمثيل تشوف بقايا المدينة الحطام القديم لمركب كأس مثلا كان حد بتناول فيه الشراب تشوف تمثال معين تشوف العملة نفسها والعملة عن طريقها بنقدر نقرخ هذه الأثار وقول لك الأثار دي ترجع يعني العملة بقاليها الإمبراطور أو الملك على وشه ونحط إزاي الملك بكتاب عندنا في العملة الحديثة بتاعتنا فحضرتك تقدر تشوف من خلالها وتقدر تقرخ عن ضريقها الأثار دي بترجع لأنهي فترة من الزمن في هذا الجزء من البحر المتوسط وبحر المتوسط بالذات اللي هو تاريخ مهم جدا في هذه الاكتشافات وهو أمدنا بأثار كتيرة ومدن عديدة لأن منطقة كنوب وهراكلين والحطة دي هي كانت المينة الأساسية بتاعة البحر المتوسط قبل نشئة مدينة الإسكندرية الفترة دي كان فيها جماعة اللي هم الجماعة الصويين أسر ستة عشرين عندنا والغريق كانوا مستوطنين في هذا المكان وهما اللي كانوا بتحكموا في التجارة فكان هذا هو المنفذ ما كانش فيه سفينة تخش مصر إلا من خلال هذا المينة اللي هو بتاع هراكلين وكنوب في البحر المتوسط قبل نشأة مدينة الإسكندرية في عهد الإسكندر الأكبر نفسه طيب نروح للأثار بقى المكتشفة اللي كانت غريقة في البحر الأحمر ايه أكتر القطع لأبهارة العالم؟ والله إحنا عندنا أثار كتيرة جدا وجميلة زي ما قلت حك تمثال إزيس لكن إحنا عندنا تمثال حلو قوي قوي موجود في المتحف الأثار في مكتبة الأسكندرية بتاع ملكة بطلمية قد تكون الملكة أرسنوي التانية ودي كانت شخصية مهمة جدا في عهد البطلمة أو قد تكون الإلهة إزيس أو الملكة نفسها مصورة في هيئة الإلهة إزيس تمثال كبير جدا وحجمه ضخم ومثل بالحجم الطبيعي وحضرك تقدر تشوف جمال فن النحط في هذه القطعة البديعة لكنك شايف حاجة حية قدامك إزاي مسل السياب إزاي مسل جمال الست الجمال الأنسوي والقطعة دي كانت مصر بي سمي روح تانا وقت المتحدة الأمريكية كانت معروضة الناس كلها كانت بتلف حولها وتشوفها بإمبهار ليس لهم ما نبراه أنا حضرت الاكتشاف بتاعت هذه القطعة في يونيو 2001 في خليجة بوئير طلعوها كانت في المياه غرقانة وطلعوها هذه القطعة من تحت المياه وكان موجود ساعتها الوزير الثقافة كان الفنان فاروق حسني والدكتور جاب الله علي جاب الله كان أمين عام مجلسة الأسار واللي هو اب سلم حجوب عليه رحمة الله ومحافظة الأسكندرية وطبعا فرانك جيو اللي هو المستكشف الفرنسي مع عدد كبير طبعا دكتور إبراهيم دارويش وكل زميلنا في الأسار الغارقة المصريين اللي عملوا هذا الإنجاز والجميل في الموضوع أن كل الشباب اللي بحفر دول كلهم مولادنا اتضربوا على هذا الأمر وبيعملوا إنجازات مزهلة زي مولامنا وزميلنا في الحفاير فوق الأرض مصريين وعملين إنجازات عظيمة في هذه الفترة وقبل كده كل فريق مصري يعني بحث وبيعمل حاجة مزهلة جدا وبيختصوا على فكرة على عم كبير جدا تحت 50 متر تحت سطح المياه ودي حاجة صعبة بيتضربوا على الغطس؟ آه بيتضربوا طبعا على الغطس ولا بنستعين بغطصين مصريين لا هم غطصين مصريين أسريين يعني هم درسين أسار وتعلموا الغطس فده الشيء الجميل في الموضوع وعندنا أسامي كبيرة جدا وأسامي مهمة في هذا التخصص فساعتا كنا وقفين كان مشهد بديع جدا طلعوا لوحة كبيرة جدا من بداية عصر البطالمة فضلا عن هذا التمثال وتماثيل أخرى جميلة لما حاجة بتشوفهم يعني كن بتولدلك مولود وحاجة بتستقبله في الحياة في شيء مزل إن حالك تشوف أسر بيطلع من المية وطبعا بقاله يعني فترة زمنية كبيرة جدا احنا بنشوف بس هو بيتم استخراجه بيطالت في المتحف لا أو ساعات هو بيتم استخراجه مثلا من المناطق بالفرشة كده اللحظات دي برضو مهمة بقى بينزلوا برضو بيعملوا خريطة للموقع بيسجلوا الأسار بيطلعوا الأسار وبيصوروها شغل بقى تحت المية كل اللي بيحصل فيه الأرض حضرتك بيحصل تحت المية بس حالك شوف بقى طبعا اكسوجين وتحت ضغط المية وعمق يصل إلى 50 متر فكل دول يعدوا أبطال ومناضلين هؤلاء الشباب الأزام وهؤلاء الأسارين اللي بيحفروا تحت المية يطلعوا أسارنا اللي بتزهي العلم وتبهروا في كل المواقع سواء في أوروبا أو في شرق الأقصى أو في ولاية المتحدة الأمريكية طيب احنا عايزين بقى نعيش المشاهد دلوقت في قصة تاريخية وتحكي لنا بقى عن قصص المدن الغرقة يعني بنتكلم عن كانابوس ميثنس أنا أتمنى أكون منطقهم صح كانابوس ومينوتس وهراكليون هم دول المدن الغرقة ممطقة خليجة بوئر دي منطقة مبشر احكي لنا بقى قصص المدن يعني اللي حصل فيها ما أقول لنا حذك الراجل اللي هو اكتشف كيام طيار قولنا في السلاح الجو البريطاني سنة 1933 بعد كده بلغ الأمير عمر توصن بدأوا يعملوا حفائر مبدئية في هذا أنا مش حفائر بالشكل هل إحنا عندنا مثلا يعني قدرنا نعرف الناس كانوا في المدن دي عايشين ازاي بيعملوا ايه طبعا حضرتك عندك يعني حاجات جنائزية موجودة جنائزية يعني خاصة بالعالم الآخر حاجات خاصة بالمعابد عندنا معابد للإله أمون عندنا حطام سفينة زي ما قلت لحضرتك غير أنا من القرن التاني قبل الميلاد عندنا عملة عندنا تمثيل حاجة تقدر تشوفي لأن البحر طبعا الأرض مخفضت فالبحر غمر الشاطئ والأرض فمسلا مسافة كبيرة جدا حاجة تنزلي تتجولي وتشوفي قد إيه كانت هذه المدن موجودة التشكيل بتاع الشوارع الأصار اللي كانت موجودة بالضبط يعني احنا عندنا تخي والحياة كانت عبدا عندنا نموزجين شهرين جدا حاجة اسمها بومبايو هاركلانيوم دول موجودين في إيطاليا حصر بركان فغمر هؤلاء المدن من العصر الروماني دول فحاجة للوقت اللي أولماء ما بدأوا حفروه فحاجة تشوفي حياة يومية موجودة بشكل كبير جدا في هذا المكان الناس كانت أهدا إزاي بتعيش إزاي الشوارع بس دي طبعا على وش الأرض ده موجود أيضا تحت الماء تحت المياه البحر المتوسط بس بشكل مختلف طبعا لكن بتدينا تصور كبير جدا عن المدن المهمة لأن دي كانت المواني الرئيسية لمصر زي ما قلت لحضرتك قبل تأسيس مدينة الأسكندرية في نهايات العصر الفرعوني أو العصر المصري القديم فشيء موزل تشوفي كل يوم بيطلعوا عملات كل يوم بيطلعوا تماثيل كتل من المباني كتل من المعابد المركب اللي أولتر حكي عليها دي فحاجات عظيمة جدا بتطلع وبعدين بيستكشفوا بأحدث أجهزة في هذا التخصص بيعملوا سونار يصوروا كل اللي موجود تحت المياه فشيء موزل بيطلعوا نتائج وعندنا سفينة بتبقى موجودة والغطسين بينزله بشكل ولسه عمال البحث مستمرة كل سنة بيجيشتغل لأن الحاجات دي بتاخد سنين زي ما ساعدتك عارف ما بتخلص بين يوم وليلة لكن هو شغل ممتد وشغل منهجي وشغل عظيم ومبشر وبيحكي تاريخ مصر في هذا المكان وفي هذه الفترة وفي هذا الجزء من العالم وبيؤكد على عظم مصر كأعظم دولة ثقافيا حضريا قديما يعني احنا عندنا حتى الآن فيه أثار مكتشفة غرقة لكن لم يتم استخراجها حتى الآن طبعا أنا بتاخد وقت حضرتك في التسجيل وفي التصوير وعندما بتطلعها من تحت الميا لازم تتعامل معها بأسلوب مختلف جدا لأنها بتبقى موجودة في وسيط مالح فحضرك بتحطها في يعني تقدر بل حمام ميا كده زيبانيو ويتحط فيها بس هو ميا عزب بحيث أن الملح يطلع منها بشكل تدريجي لأن لو حياتك عرضتها للهواء مباشرة ممكن للأثار دي تتدمر فلازم الأخوة المرامبين وزي ما يلنا بيشتغل على هذا المطلع تعملوا بيئة ممثلة آه لازم عشان ما يحصلش نوع من تغير البيئة إذا ما حاجت تطلع من السخن للساح صلى لك برد فنفس القصة بالنسبة يكون في تأثير على هذا القطع الأثر ده برضو زي كائن الحي لاو حياة ولاو إحساس والحجر ليه طبيعة مختلفة أنت بتعامل مع حجر جيرانية مختلفة عن الحجر الجيري فموضوع كبير جدا مش بالسهولة بمكان زي ما الناس قد تتخيل موضوع وبياخد وقت وبياخد شغل وبياخد عمق وده شيء عظيم جدا الأثار دي إحنا كناك مسك مشرة بتعمل جراحة في القلب فلازم تتعامل بحذر شهيد جدا 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 كل نوع حجر ليه طريقة في التعامل بعد اخراجه من المياه طبعا طبيعة الحجر هل هو مسامي هل هو رسوبي يعني دي قصة أخرى بيتشبع بالماء بيلفز المياه بسهولة بينطر عفوا الملح دي حاجة بقى بيشتغل على الجماعة المرممين زي ما يلنا بشكل كيميكال كده وبشكل لطيف أول حد ما الأثار يطلع يبقى صالح للعرض أو صالح للتخزين أو يسافر في معرض فموضوع بيبقى شيء مهم جدا عندنا أيضا رؤوس ملكية طلقت من هذا الموقع من خليجة بقير ومواقع أخرى موجودة عندنا في مدحف الأثار في مكتبة الإسكندران وشاركت في معرض الأثار بالغرق الأخير وعندنا رأس كبيرة جدا بتاع قيسرون ده ابن كليباترا السبعة هو كان اسمه قيسر ابن يولوس قيسر وابنها فالإسكندرانية تريعوا عليه فسموه قيسرون زي ما تقول قط قطيطة هرة هرايرا يعني بسخروا منه بسخروا منه حساسا هو يعني يعني بسهزقوا بي فسموه قيسرون لأن طبعا هي العلاقة اللي كانت بين كليباترا السبعة ويولوس قيسر ما كانتش يعني علاقة شرعية فانجبت هذا الولد وهي كانت بتحاول تخليه اللي هو بطل الموسخ 15 الذي يحكم مصر بعدها وحتى صورته على معبد دندرة في الصعيد عندنا في إنا هي هو حاب تقدم نفسها للناس أن هي إزيس وهو حورس وليه عرش مصر القادم وصورت نفسها العملة البرونزية لأن طبعا العملة الزهبية والعملة الفضلية دي كانت للملوك والنبلاء فهي حاب تتقرب من الشعب بهذه الحركة وبتصورها هي وابنها كخلفاء لمصر وحكام لمصر في تفاصيل كتير قوي وفي حاجة ما أنا عايز أسأل حضرتك عنها لكن طبعا هنعرفها بعد الفصل حضرتك قلت أن كل حجر بيكون لي طريقة مختلفة بعد ما يتم استخراجه فيه لبيضة في مياه عزبة فيه مش عارف يعش نشوف الملوحة وكيفية انتزاع الملح من هذا التمثال لكن بعد كده عملية الترميم هل بتتم زي ما يكون فيه تمثال كان مكتشف في بير من الأبيار ده هنعرفه بعد الفصل مشاهدين أفاصل وبعد نرجع نكمل كلامنا مرة تانية مرحب بحضرتكم مرة تانية من بعد الفصل ولسه مستمرين معاكم كلام عن يعني اسم مصر الكبير وتاريخ مصر الغني احنا عارفين أن عندنا تلتة أثار العالم لكن احنا لسه لغاية النهاردة بنكتشف أثار مش بس مدفونة لا كمان في منها اللي تحت البحر غرقانة كنا قبل الفاصل بنتكلم مع الضفنة اللي بنوارنا في الستوديو حسين عبد البصير مدير مدحف الأثار بمكتبة الأسكندرية عن ترميم الأثار يعني الأثار ترميمه بيختلف لو هو بنجيبه من طبعا طربة أو بنجيبه من المية قد ايه مهم عملية الترميم تبقى بتتم بشكل صحيح عشان نحافظ على الأثار والترميم ده بالنسبة لنا حاجة مهمة جدا يعني الأثر حديك تقدر يتقولي زي نيوبورن البيبي هو مولود لازم حاجة توديه لدكتور الأطفال ياخد التطعيمات بتاعته ويحافظ عليه ويتابعه في الأشفر الأولى عشان يكتاز هذه المرحلة ويدخل حياة بسلام فبالنسبة لنا الأثر كذلك إما بيطلع من الأرض أو من المية لازم المرمم زميلنا للمرمم هو اللي يقوم بعلاج هذا الأثر ويشوف طبيعة هذا الأثر نوع الحجر إيه إيه بيعمل مثلا تنضيف كيميكال كيماوي لهذا الأثر يبدأ يعمل ترميمات معينة يبدأ يشيل لو فيه تسخات يشيلها يحطه في وسيط ماء معين اللي هو طالع من بيئة ملحة بحيث أنه يحافظ على هذا الأثر فيعني أكيد هو ده الدكتور بتاعه بيعمله معاملة على أعلى مستوى لذلك إحنا يعني الأساريين ومرممين دايما بنشتغل مع بعض كذف بكذف من نرشنا نفصل عنهم ودائما المرمم موجود معنا المصور اللي بيسجل الأسار ففريق عمل كبير جدا البعثة الأسرية بقى فيها عدد كبير من الأفراد من أهمهم طبعا المرمم في هذا العمل المهم طيب حضرتك كنت بتقول أن أول معرض عملناها الأسار الغريقة كان في التسعينات هاي فان والحد 2019 تقريبا كان فيه معرض لسه المعرض مستمرة لا طبعا فيه معرض قريبا إن شاء الله تعالى يعني فيه حاجة بيحضر لها أيضا الجانب الفرنسي مع الجانب المصري في هذا الشعر في الفترة الأخيرة وقبل كده لأن طبعا الأسار الغرقة دي بتعمل جذب كبير جدا للأسار وخد بالحضرتك بياخد أسار غرقة وأسار كمان غرقة ويعمل تيمة يعمل موضوع معين المرة اللي فاتت كان بيتكلم عن الإله أزريس فيجيب لك تمثيل الإله أزريس الإله إزيس مثلا تمثيل عجل أبيس كبير أوي ده اللي عندنا يحكي لك القصة يحكي لك القصة ويحط لك مناظر وتبصت لقي سكرينز كبيرة وحاجات يعني بصراحة كنك داخل نزلت في هذه المدن وعشت الأسار وبتشوف الأفلام والناس بإزاي بتطلع فتبقى تجربة كبيرة ومزهلة وبتبين للعالم قدية حضرة مصر عظيمة وقدية حضرة مصر سرية وقدية الناس ببقى منبهرين جدا حاجة بتشوف طوابير قدام المتاحف وقفة في البرد بتاخد وفي التلجة عشان تاخد تذكرة تشوف المعرض في هذه المدينة وينتقل من المدينة الأخرى وتلاقي الناس دي حطاها الجدول بتاعها يعني توت عنخة أمون مثلا إما راح بريس من 67 ما راحش بعد كذا سنة راح عمل مليون ونص زيارة وبعد كذا انتقل لبريطانيا لولا كورونا بس رجع مصر لكن حدث كبير جدا وحدث ما هو الأكبر حدث ثقافي في فرنسا حصل في الفترة الأخيرة هي زيارة توت عنخة أمون معرض بكاو يميل إن كنا العالم عارف قيمة الحضرة المصرية طبعا شي مهم عندهم حاجة اسمية الاجبتومينيا الولعب المصريات الطفل هناك في المدرسة يبقى عارف ممكن واحد يسألك يقولك سمنخ قرع حكم مع أخناتون ولا بعد أخناتون ده انت لو جبت حد طالب مثلا متخصص في الأسار أو حد يعني ما عرفش مين وطفل تلقى عنده سنين ولا عشر سنين سمنخ قرع ده ملك عندنا غامض في فترة بتاعة العمارنة قد يكون شارك أخناتون في الحكم أخناتون الملك الشهير اللي هو دعال إليه أتون أبو توت عنخ أمون فقدي إيه هم بعرفين التفاصيل وكل واحد جايب كتاب وقاعد يذاكر وعرف المعرض ويخش يسأل الناس ويسأل أسئلة للغامضة وتلاقي العيلة كلها دخلة ويشتيروا طبعا البوست كاردز يشتيروا السوفنيرز المج كرافطة عليها فبيتحقق مبيعات وبتتخل المدينة كلها مصرية في هذا التوقيت بامتياز على مشارات الأخبار وفي كل حاجة على البصات فمصر بتبقى حاضرة وتحتل العالم بثقافتها الرقية التي ليس لها مثيل في الحقيقة يعني كافية التسويق لأي مشروع أو أي يمكن منتج هي أهم حاجة عشان خاطر نقدر نوصل أهمية هذا المنتج للناس وإحنا عندنا في الحقيقة مش منتج إحنا عندنا كنز وتاريخ يعني أنا من الناس اللي بحب قوي قارع عن التاريخ وبعيش الحالة فلما بشوف المتاحف اللي عندنا أو المعابد اللي عندنا أو بشوف حتى يمكن المدن الغرقانة وإحنا مشوفناها دلوقتي على شوشة أنا قادر أعيش الحالة كلها فمصر دلوقتي أو الحكومة المصرية عندها خطة عشان تقدر تحط الأثار دي في متاحف طاليق بهذه الأثار نحن نتكلم عن مشروعات كبيرة أو المتحف المصري أو المتحف الحضارة أو المتحف روماني واليوناني كلمنا بقى عن خطة الدولة في المشروعات دي إيه في الفترة الجاي طبعا نحن في البداية بنتوجه بالشكر في خامة رئيسة الفتاح السيسي على اهتمامه بملف الأثار وعندنا رئيس الوزراء أيضا دكتور مصطفى مدبولي يعني دائما يزور الأثار وتابع بنفسه مع وزير السياحة الأثار دكتور خالد العناني وأمين عام الأثار دكتور مصطفى وزيري ففيه إنجازات بتحصل على الأرض لم تحدث من قبل يعني من 2017 سمي هذا العام بعام الاكتشافات الأثارية ثم تبعته أعوام عديدة إلى الآن كل يوم اكتشافات أثارية بتحدث بأيدي مصرية مفخرة للعالم كله سات الرئيس بيزور كل الاكتشافات الأثارية والمناطق الأثارية اجتماعات مستمرة مسادته مع فريق العمل تابع المتحف المصر الكبير المتحف الحضارة في السطط وتشريف الرئيس لنقل المميوات أيضا طريق الكباش في الأقصر وننتظر إن شاء الله هذا العام افتتاح المتحف المصر الكبير اللي هيبقى حدث عالمي يعني أشبه بافتتاح قناة السويس أيام الخديو اسماعيل حاجة مزهلة جدا جدا وهتبقى مفخرة لأن ده أكبر حدث ثقافي وحضاري في القرن الحادي والعشرين وده بيؤكد على رسالة مصر الحضرية في العالم وهيعتبر بالنسبة لنا هذا الافتتاح شيء مزهل لأنه هيستمر حوالي عشر تيام الدكتور زيح واس أيضا بيعمل أوبرة توت عن خامون سوف تعرض في هذا الافتتاح فهيبقى حدث عالمي بكل المقيس قيادة السياسية تدعو كبار الشخصيات من الملوك والرؤساء والشخصيات الثقافية والسياسية في العالم كله لحضور هذا لأنه بنقول للعالم أن مصر ما تزال تبدأ الحضارة ما تزال تنتج الثقافة ما تزال متدش العالم بسرقها الحضاري العظيم المتحف المصر الكبير سيتم ربطه بمنطقة أسار الأهرامات ده أنا بسميه مسلس سياحة المصرية في القرن الحادي والعشرين مسلس مكون من ثلاث أضلع الضلع الأول متحف الحضارة في الفسطاط في المميوات الملكية ستروح تشوفها تنبهري المتحف الكبير توت عن خامون وده بيسميه بيت توت عن خامون الجديد منطقة أسار الأهرام العجيبة الوحيدة اللي بقيا من عجاب الدنيا السبع الهرام الكبير بتاع الملك قوفه وتلاتة تربطين ببعض حضرتك تعملي عوائد مالية تلات تزاكر في هذه الأماكن تقدر تزوري هذه الأماكن أيضا تخفيفي الضغط عن القاهرة المتحف المصري في التحرير هيبقى متحف لتاريخ الفن والمستر بيسي زراوع بتاعة الفن المصري القديم أيضا التلاتة دول هيعملون عوائد وفي نفس وقت الزاهرة سريعة جدا وحاديك تقدر تشوفي كل هذه المعالم في يوم واحد بشكل سريع طيب دكتور حسين احنا وقتنا خلص لكن ما ينفعش نختم قبل ما نتكلم مع حضرتك ونستغل وجود حضرتك تكلمنا عن الجينوم المصري أكبر مشروع قومي مصري علمي مصر بتنفذه فيه العصر الحديث مشروع كبير بتشترك فيه عدد كبير من الوزرات والهيئات والجامعات فياريت حضرتك تكلمنا عنه عن أهميته هو في مارس 2021 أطلق السيد الرئيسة بفتاح السيسي هذه المبادرة المتميزة طبعا بتقوم بيها وزارة التعليم العالي عندنا ووزارة الدفاع ووزارات عديدة ومراكز بحسية عديدة وجهات أيضا مدنية فيها مجتمع مدني يعني فيه عندنا الدكتور مجد يعقوب وكان الدكتور اسماعيل سراج الدين موجود دكتور زيح واسك أيضا كان هيروح في هذا الحدث بالتعاون مع الجانب الإماراتي مركز زايد للدراسات الجينية الدكتورة مريم مطر وعندنا الدكتور الشام صادق أيضا من جامعة تكساس في الاتمتحدة الأمريكية وحاجة مهمة جدا أن أنت بتدرس الإنسان بتشوف التواصل بين الماضي والحاضر الإنسان المصر القديم والإنسان الحديث بنضحة بكل الدعاوة اللي بتشكك فيه إن إحنا المصريين بتعلي من دول مش هما بتعزمان لا بالعكس إحنا بنسبة 70% بنمثل المصريين قدماء أبدعنا هذه الحضارة الهرمات اللي أبدعها المصريين وليس أي شعب آخر فمن خلال دراسة هذه الجينات الورثية تقدر تعمل خريطة الولايات المتحدة الأمريكية صرفت دولار يعني دولار الوحيد اللي تصرفه على الشخص بيجيب لك عائد 175 دولار كلام ده عملوه 84 بدأوه 90 خلصوه 2003 إحنا بنبدأ المشروع عندنا يتكلف حوالي 5 مليار عفواً 2 مليار جنيه مصري في الولايات المتحدة يتكلف 5 مليار دولار وعمل خريطة بقى أحدك تقدر تحافظ على صحة الإنسان تشوف الأمراض اللي هي منتشرة تعالجها توقف الفلوس اللي بتصرف على العلاج والصحة تخلي الإنسان يحيا حياة سعيدة ونقدر نتطلع المستقبل أفضل عن طريق تنبؤ هذه الأمراض أو إقافها ولنوصل أيضاً الدور الحضاري لمصر قديمة لمصر الحديثة فشيء مزهل إن احنا نعرف الجينات الورصية بتاعتنا وتاريخها وتاريخ المرض وزي نعالجه وزي نتنبأ به وزي نوقف هذه الأمراض فشيء مزهل جداً جداً إنه يحدث هذا الكشف إنه يعتبر أهم إنجاز علمي بيحصل في مصر حالياً بالتعاون بين مصر والإمارات وأيضاً بنؤكد للعالم إنه نحن لا نستهلك العلم نحن نبدأ العلم كما كنا أيام المصريين القدماء وده ملف مهم جداً قادة السيسية توليه اهتماماً كبيراً مثل الملفات العديدة اللي الرئيس بيهتم بيها فما في الحقيقة يعني قدماء المصريين أبهرونا في الماضي والحاضر وأكيد المستعب كل الشكر لك الدكتور حسين عبد البصير مدير الأثار بمكتبة الأسكندرية على وجودك معنا وعلى تفسيرك لكل حاجة وعلى الأثار الغرقة وعلى الجين من كل حاجة حضرتك قلتها لنا النهاردة في الحقيقة قمة في الإبهار بنشكرك مرة تانية على وجودك معنا شكراً شكراً